حقيقة أنا أود أن أعلق على رسالتين الرسالة الأولى هي رسالة رقم 24 اللي تقدم فيها الأخ الفاضل مبارك هيا في الحجرف الرسالة فيها أخطاء من ناحيتين من ناحية الشكلية ومن ناحية الموضوعية من ناحية الشكلية الأخ الرئيس رسالة مذيلة بتوقيع الأخ مبارك ليس بصفة عضو لكن بصفة رئيس اللجنة وتفضل قال كلام كثيراً أتفق معاه فيه لكن قال تقدمنا كلجنة أنا بحث في اجتماعات اللجنة اللجنة ما شمعت من أول يوم حتى اليوم سألت الأخوة أعضاء اللجنة الآخرين قالوا إحنا ما ندري عن هذه الرسالة وبالتالي لا يجوز وفقاً للائحة الموضوع 48, 50, 56, 57, 58, 47 كل الموضوع يجب الرسالة إذا جاءت من اللجنة أن تكون معروضة على اللجنة وتأخذ موافقة اللجنة هذا رقم واحد رقم اثنين الرسالة تريد أن تخاطب وتراسل وهذا مخالف المادة 30 من اللائحة أيضاً من ناحية الشكلية لا زلت الرسالة تخالف قوانين إذا ممكن تحط مرسوم بتنظيم وزارة الخارجية لغ فهد لغ الأمير العام لا أعطيته لأوراي المادة واحد من مرسوم الأمير رقم 32 لسنة 62 بتنظيم وزارة الخارجية يقول تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذ قراراتها وأثار على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أي مخاطب مع المنظمات الدولية يجب أن تكون عن طريق وزارة الخارجية وأيضاً المادة 2-6 تتولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين الهيئات أو الحكومات الأجنبية وبالتالي أقول للأخ مبارك هذا في أي مراسلات يجب أن تكون وفقاً للقانون عن طريق وزارة الخارجية وأنا أتفق مع ما ذكره بأن يجب أن لا تتدخل الحكومة ولا يتدخل المجلس في هذا الأمر لكن عتبي وأنا أؤكد أني ما شكك في نوايا أخوي مبارك أبداً لكن أنا أقول لك ما قال المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الرسالة فيها اتهام مباشر لي تقول لطرف حاول وادعى بشكل متواصل دون أدلة على حكومة دولة الكويت بأنها تدخلت في انتخابات المجلس العلم بالعاسيوي لا الحكومة تدخلت حط إيميل وأنا بحط بس دليل واحد قاطع وأنت رجل قانون أخ مبارك وأعرف أنك حقاني وما ترضى بالغلط هذا إيميل من أحد سفاراتنا سفارات دولة الكويت سفارات دولة الكويت أرجو أنك تدخلت أن السفير أقدر على أن تقول لم أتدخل أتحداهم أتحدى وزير الخارجية أتحدى أي وزير يقوم يقول الحكومة ما تدخلت أنا داز السؤال في أربعة يوليو جاوبوني الأخ الرئيس في تسحة نوفمبر سؤال غير دستوري أنا قاعد أقول لها تدخلت ولا ما تدخلت إذا ما تدخلت قول ما تدخلت الأخ وزير الدفاع اللي أنا أقول لك يابلك الرسالة هذه أو يابلك المعلومات محامي الشيخ أحمد الفائد وزير الدفاع لأن هذه الرسالة يراد أن تستخدم في القضية اللي موجهة ضده ونتج عنها إيقافه وإيقاف شقيقة دولة الكويت ليس الطرف بهذا الأمر هذا السؤال أنا وجحت له عن مهمته قبل انتخابات المجلس العلمبي رد عليه سؤال غير دستوري ما قال لي ما تدخلنا وهذا سؤال موجه وزير التجارة والصناعة والدولة شؤون الشباب إلى اليوم ما رد علي أصلا الرسالة أيضا لأخ الرئيس الرسالة التاريخ اللي فيها يدلك الأخ مبارك اللي أعطاك الرسالة غشك التاريخ اللي محطوط فيه الحكم ما فيه أي حكم بهذا التاريخ أنا متابع لهذا الملف ما فيه شيء في 27-23-23 أتحدى ذلك الأحكام طلعت شهر 7-23-23 لذلك هذه من حيث الموضوع والشكل أنا ما عني مشكلة بدز لكن لا يجوز أن يرسل البرلمان الكويتي بشكل مخالف للدستور مخالف المادة 50 الفصل بين السلطات مخالف المادة 115 لا يجوز العضو أن يتدخل في السلطات السلطة التنفيذية والقضائية لا يجوز ما نتدخل إيه نحن نحاسب الحكومة أنا لم أثرت الموضوع أنا قاعد حاسب الحكومة وهذا حقي مثل ما تفضل أنا أثني على كلام أخي مبارك أثني عليه لكن أيضاً هو مثل ما تفضل هذا لا يمنع حقي في محاسبة الحكومة أنا سألت الحكومة أنت الأخ مبارك يزاك الله خير مع مجموعة من النواب وقعت بيان تؤكدون فيه على عدم وجوب تدخل الحكومة في الشأن الرياضي تطبيقها للقانون أنت موقع على هذا الحكومة خالفت هذا القانون وأنا سألت الحكومة هذا حقي إذن الرسالة لا يجوز أن يأتي برلمان ويوجه رسالة بما يخالف أولاً من حيث الشكل الدستور والقانون وفي نفس الوقت معلومات مغلوطة ما هي صحيحة أنا راويتك ومستعد زودك بعيد مستندات أخرى لأني ما شكك في نواياك أنا متوجه للحكومة أنا أقول لك هذه الرسالة هذا محامي الشيخ عامد الفيد لأنه عندها قضية دولة الكويت لا نقحمها هو وشقيقة عندهم قضايا يبرؤون يدانون